التجارة الإلكترونية إذا هدفكم وحلمكم أنه تأسسوا عملكم الخاص بالتجارة الإلكترونية بسنة العشرين وواحدة وعشرين رح نحكي عن الأسرار يلي ضرورة تعرفوها إذا هدفكم تنجحوا بالتجارة الإلكترونية وتحديداً بمنطقة شرق الأوسط خلينا نبلش عدد كبير من الأشخاص بفكروا ممكن أنه فات القوان وبطل فعلاً في فرصة لحتى نبدأ عملنا بالتجارة الإلكترونية وفي بعض الأشخاص كمان بفكروا أنه الموضوع صعب جداً أو تحديداً بده مهارات معينة لحتى نقدر نبدأ عملنا بالتجارة الإلكترونية ولكن الحقيقة هي أنه الفرصة حالياً هي الفرصة المناسبة إذا بدكن فعلاً تبدأوا عملكم والفرصة بتبدأ من هلأ من اليوم لحتى تأسسوا عملكم بالتجارة الإلكترونية بسنة العشرين وواحدة وعشرين إذا هيده أول مرة عم تحضروا فيديو على هيده القناة هاي أنا كريستل مؤسسة Amazon Seller Society أو مجموعة باعة Amazon بمنطقة شرق الأوسط هدفنا مساعدة ودعم جميع رواد الأعمال والشركات لحتى يستفيدوا ويبيعوا بنجاح على منصة Amazon إذا بتكن تعرفوا معلومات أكتر كيف فيكن تنضموا للمجموعة بتلاقوا كل التفاصيل بأسفل هيده الفيديو بسندوق الوصف التجارة الإلكترونية بعدها ببداياتها بمنطقة شرق الأوسط وطبعا الفرص موجودة بس خلينا نحكي عن الأسرار أو النقاط المهمة جدا تنتبهولا إذا هدفكم تبيعوا على موقعكم الخاص على السوشال ميديا حتى أو على Amazon أول شي خلينا نبدأ بالتسويق لأن التسويق هو الملك هذه الخطوة خطوة كتير قليل من الأشخاص بينتبهولا أو حتى بيركزوا عليها التسويق شغلة كتير مهمة لأن التسويق بتزيد من أنه العملاء يكتشفوا المنتج تبعكم خاصة إذا عم بتبيعوا منتج على الموقع الخاص تبعكم موقع ما عنده عملاء موقع عم تطلقوه جديد كيف بدهم يكتشفوا العملاء للمنتج تبعكم إذا المنتج مش معروف والموقع منه معروف طبعا هيدا الموضوع يمكن أسهل وتتبيعه على أسواء مثل Amazon أو Noon أو المواقع المختلفة يلي عنده عملاء فيه عنده نسئة بهيدا الموقع بس برضه حتى على هول المواقع مضطرين أنه نعمل تسويق ومضطرين أنه نعمل إعلانات لحتى يظهر المنتج تبعنا بالبداية قدام العملاء ضروري أنه يكون عندكم خط التسويق ما ضروري يكون الموضوع كتير يعني كتير فيه تفاصيل وطبعا جيد إذا اشتغلتم مع شخص شغلته التسويق خاصة التسويق على مواقع السوشيل ميديا بس هيدا ما بيعني أنه أنتم ما فيكن تعملوا هيدا الموضوع خطة التسويق تجي بمرحلتان أول مرحلة هي أنه تخبروا العملاء وتفهموا العملاء عن المنتج تبعكم لحتى يعرفوا أنه صار موجود بالأسواق المنتج تبعكم والعلامة التجارية تبعكم طبعا ثانيا هو زيادة المبيعات فيه هدفين الهدف الأول بيبلش وتطلقوا المنتج تبعكم والهدف الثاني بيبلش من بعد ما يصير المنتج ناجح وعم بيقوم بالبيع بدنا نزيد المبيعات فيكن تستخدموا الإعلانات على السوشيل ميديا ممكن يوتيوب ممكن تويتر ممكن انستجرام بتكن تجربوا جميع المواقع التواصل الاجتماعي لحتى تشوفوا أي موقع مناسب للكم أي موقع بيستقطب نوعية العملاء يلي أنتوا عم بتقوموا باستهدافها أما النقطة الثانية متعلقة بالنقطة الأولى يلي هو start before you start يعني ابدأ قبل ما تبدأ الفكرة هي أنه لازم تبدأوا وتأسسوا موقع خاص للكم ما بيكلف كتير أو سوشيل ميديا بيج خاصة فيكن إن كان على انستجرام أو تويتر أو وين ما أنتوا بتشوفوا مناسب هيدا الموضوع لحتى تبلشوا اتعمروا العملاء والأشخاص يلي رح تكون وفية للكم وللأشخاص يلي رح تكون مهتمة بشراء المنتج تبعكن إن كنتوا عم بتبيعوا على الموقع الخاص طبعكن أو عم بتبيعوا على سوق تجاري مثل أمزن نون وعدد كبير منه للأسواء الفكرة هي أنه قبل ما تطلقوا المنتج طبعكن إذا حطيتوا شوية مجهود بالأشياء التسويئية مثل موقع أو سوشيل ميديا بيج يلي بياخدوا شوية مجهود ولكن شغلة بسيطة جدا وفيكن تعملوها بتعمروا عدد كتير كبير منه العملاء أو منسميهم جمهور ممكن هيدا الجمهور يصير مبسوط بالمنتج طبعكن حتى قبل ما ينطلق المنتج يعني قبل ما يصير موجود لحتى العملاء يقدروا يشترو بتأثروا على هول الجماهير وبيصير في عدد كتير من الأشخاص متشوقين لحتى المنتج طبعكن ينطلق وانس بيصير المنتج افايلبل إنه بيصيروا قادرين إنه يشترو عنكن عدد كتير كبير من العملاء مستعدين إنه يشترو المنتج بسرعة لأنه بفترة قبل الانطلاق عملتوا علاقات معن لهول العملاء وخبرتوهم كل التفاصيل عن المنتج وهني صاروا مهتمين فيه أما النقطة الثالثة والمهمة جدا فهي الـ differentiation أو التطوير ضروري إنه نطلق على المنتجات يلي حالياً متاحة للبيع بالسوق يلي نحنا عم نبيع فيه إن كان على أمزن أو على الموقع الخاص تبعكن وتشوفوا كيف أنتوا منتجكن ممكن يكون مختلف طبعاً نحنا ما بدنا نبيع نفس المنتجات بنفس المواصفات يلي موجودين على منصة أمزن بالعكس نحنا بننطلع على منتجات مش موجودة لا على أمزن ولا بالأسواء يلي أنتوا عم بتبيعوا فيها وتكون مختلفة انتبهوا وتنقول مختلف هيدا ما بيعني إنه لازم تعملوا منتج أو تخترعوا منتج جديد لا فينا نعمل اختلافات بسيطة ممكن يكون الاختلاف بالسعر ممكن يكون الاختلاف باللون ممكن يكون الاختلاف بالحجم اختلافات أو تغييرات بسيطة وتطوير لهيدا المنتج بيخليكن إنه تكونوا شوي مختلفين عن الأشخاص اللي عم بيبيعوا نفس المنتجات لحتى ما تكونوا عم بتنافسوهم مباشرة ولكن يكونوا عندكم الجمهور أو العملاء الخاصة فيكن يلي بيشوفوا إنه انتوا منتجكن أفضل أو أحسن أو مناسب أكتر لإلهم طيب السؤال هو كيف بتعرفوا شو هن التغييرات اللي لازم تعملوها وكيف بتكون تعرفوا كيف شو هن الأشياء اللي لازموا تطوروا فيها المنتج طبعا الحل بسيط جدا أول شي خاصة إذا عم تبيعوا على منصة أمازن أو ناويين إنكم تنافسوا أشخاص عم بيبيعوا على منصة مثل منصة أمازن ليه ما بتقوموا بشراء المنتج يلي عم بتقوموا بمنافسة ضده شغلة كتير بسيطة إذا شتريتوا هيدا المنتج ساعتها وتيسير بإيديكم فيكن تتأكدوا ليش هيدا المنتج هيك ومنه هيك وشو هن التغييرات اللي فيكن تعملوها إضافة فيكن تقرؤوا التقييمات أو الريفيوز أو التعليقات اللي بيتركوها العملاء إن كان على المنصات الخاصة وإن كان على أمازن طبعا كلاياتنا بنعرف أنه فيه تقييمات بالبداية من لحظها بتكون كتير 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 إيجابية وكتير كتير كتير جيدة لأنه عادة البقيعين على أمازن بيجربوا إنه بالبداية جيبوا تقييمات من أصدقاء أو من عالم بيعرفوها لحتى يبدأوا وينفسوا بسرعة وهذه شغلة معروفة ولكن بعد فترة معين المنتجات اللي عندها مثلا ميت رفيو أو ميت تقييم طبعا مش ممكن إنه هول التقييمات كلها يكونوا جايين من أصدقاء البائع لأنه الموضوع بيصير مكلف جدا سو وتتلاقوا منتجات فيها تقييمات ممكن تلاقوا تقييم واحد يقدر يعطيكم فكرة مثل مثلا الحجم منه مناسب أو النوعية منه جيدة فكرة واحدة ما ضرورة تغيروا عدد كتير كبير من الأشياء داخله للمنتج غيروا شغلة وحدة وهيدا الشي رح يكون كافة لحتى تقدروا تنجحوا على الموقع تابعكم أو حتى على أمازون إذا عم بتفكروا إنكم تبلشوا وآخيرا مشروع التجارة الإلكتروني يلي صار له فترة عم تحلموا فيه أو عم بتفكروا فيه ما تترددوا لأنه الوقت المناسب هو هلا سنة عشرين وواحدة وعشرين رح تكون سنة مفصلية للتجارة الإلكترونية بمنطقة شرق الأوسط فإذا أنتوا كنتوا موجودين بالمنطقة هون يعني بطلب منكم إنكم تفكروا بالموضوع بطريقة جدية لحتى ما تندموا بعدين بالمستقبل هيدا كان كل شي لهيدا الفيديو ما تنسوا تعملوا شير وتشاركوا هيدا الفيديو مع الأشخاص يلي ممكن يهتموا بالتفاصيل يلي حكينا عننا وأنا بشوفكم بفيديو جديد مع معلومات جديدة باي موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة